اختتام اشغال الاجتماع السابع والاربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي توجى باختيار الجزائر لاحتضان المؤتمر السابع عشر للاتحاد الذي سيبحث عن لم الشتات وتوحيد الصف والدفاع عن الامة الاسلامية في ظل الانتهاكات المتكررة والتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية وأسجل بكل اعتزاز وفخر ائتمان واختيار الجزائر بالاجماع للاحتضان المؤتمر السابع عشر للاتحاد وستستثمر الجزائر كل الطاقات ليكون حدثا مميزا واضافة نوعية لعمل منظمتنا من اجل اعلاء الاسلام وتقية التعاون بين الدول الاعضاء الاتحاد الذي جدد الالتزام بالدفاع عن مبادئه الرامية الى تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار في العالم الاسلامي اشاد بدور الجزائر الرياضي في الدفاع عن قضايا الامة الاسلامية السياسية والاقتصادية منها والثقافية في هذا الاجتماع السابع والاربعين تم تحويل الفكر الاسلامي من فكر مجرد انشائيات وكتابة على ورق الى حمل وحدوي ميداني يكون خاصا بعد ما حسنا بانه تكتلات غربية وشرقية فلابد العالم الاسلامي انه تكتل وتجمع وكانت الجزائرها السبق والرياضة في هذا المجال القمة السابقة اللي احطانت الجزائر والجزائر ليس للاول مرة تحطان قمة فهي رائدة في هذا المجال ووجودنا في الارضة الجزائرية هذا عطت الدفع القوي والمعنوي فذلك العمل سيكون مقدمة طبعا للكمة العربية التي ستوقع في الجزائر وسيكون لها اثر كبير لانها ستعمل على وحدة الموقف وعلى ان يكون هناك امكانية للبحث في ما هو متكامل بين اقتارنا وصولا للتكافل والتضامن والسعي من اجل السوق العربي المشترك في ظل الوضع المتردي والازمات المتشتتة بين كثير من الدول الاسلامية سيكون المؤتمر الذي ستحتضنه الجزائر امام تحدي كبير لاسماع العالم ان المسلمين امة واحدة وانها امة السلام اشتركوا في القناة